ارتفاعات متتالية لست أسابيع ونمت الأسعار بـ 17% وصولاً إلى أغلاق أسبوعي قريب من 85 دولار للبرميل لخام برينت وهي المستويات الأعلى منذ ثلاث سنوات عزت بعض الشركات النفطية ذلك الزخم في الارتفاعات إلى الطلب العالمي مع بدء التعافي الاقتصادي العالمي من تداعيات فيروس كوفيد-19 إضافة إلى الارتفاع القياسي في أسعار الغاز الذي أدى إلى قيام شركات توليد الكهرباء إلى التحول للوقود القائم على النفط الخام لتوليد الطاقة الكهربائية وهو الذي ساهم في تعزيز الطلب على النفط من الحديث أكثر حول تطورات السوق النفطية ورحب بضيفي من لندن الدكتور يوسف الشمري الرئيس التنفيذي لشركة سيم ماركتس لندن أهلا بك دكتور يوسف بداية ما هي المحفزات التي حدثت مع ارتفاع أسعار النفط مؤخرا؟ هل زيادة الطلب بسبب انخفاض الإجراءات الاحترازية كان السبب الرئيس؟ سهلا أستاذي وسعيد في الحديث مع الأخبارية مجددا هناك العديد من العوامل لكن خلينا نقول السبب الأكبر الذي ساهم في الاستمرار والصعود في الأسعار منذ اجتماع أربك الأخير أولا أزمة الغاز التي هي عامل خارج التوقعات لأن هناك كمية طاقة الريحة في السنة هذه لم تكن حسب المتوقع هناك نقص في إمدادات الغاز للقارة الأوروبية الارتفاعات التي شاهدناها في أزمة الغاز كانت جدا عامل في زيادة الطلب على النفط وأيضا العامل الأكبر هنا الاجتماع الذي حصل في أوروبك بلس في مطلع هذا الشهر قرر هو الاستمرار في الزيادة المقررة المسبقة اللي هي الأربعمائة ألف برميل فبشكل أو بآخر هذا يعطي نوع من أنه هناك قد يكون هناك قلق من هي الامدادات التي تحتاجها الأسواق عالميا والسينامي الأرجح أن الأسعار قد تستمر في الصعود حتى نهاية هذا العام خصوصا مع توجهنا الآن إلى فصل الشتاء وخفاض درجات الحرارة فبالتالي سيكون هناك زيادة أكثر في الطلب على وقود التدفئة وأيضا في الطلب على الكهرباء طبعا متولدة من نفط وهذا الشيء ما شفناه خلال 10 أو 20 سنة الماضية في السابق كنا نرى اللي هو التحول بعيدا عن النفط في قطاع الكهرباء حاليا نوعا مشاهد عودة إلى قطاع النفط وبالتالي هذه الأزمة التي يعيشها حاليا العالم أيضا ساهمت فيها أزمة التضخم التي يعيشها حاليا العالم النوق المركزية لا زالت تحافظ على أسعار الفائدة على مستويات جدا متدنية وهذا ولد نوع من التضخم العالمي وأيضا انعكس هذا بشكل كبير على منتجات الطاقة لكن هناك في بعض العوامل هي تشكل حالة من عدم اليقين وهو كيف تتفاعل الشركات الأمريكية مع زيادة الأسعار اللي نرى ونشاهدها حاليا في الأسبوع الماضي شاهدنا هناك توجه في الولايات المتحدة للسحب من المخزونات الاستراتيجية للمحاولة نوعا ما إلى تأثير أو الحد من ارتفاع الأسعار لكن لم نشاهد إلى الآن هذا التأثير على أسعار النفط بالنسحب من المخزونات الاستراتيجية لكن أيضا هناك ارتفاع في الانتاج الأمريكي الأسبوع الماضي وصل إلى حوالي 11.400 ألف باميل وهو زيادة أسبوعين بحوالي 100 ألف باميل وهو الأعلى مستوى في عام 2021 وقد تستمر الزيادة خصوصا مع زيادة العداد الحفارات أسبوع تلو والآخر فالسيناريو الأرجح استمر في الصعود الأسعار لكن قد تتأثر الأسعار إذا كان هناك فيه زيادة كبيرة من الانتاج الأمريكي في الأشهر القادمة جيد لكن دكتور اشرح لنا اليوم يعني تأثيرات أزمة الغاز الحالية على أسعار النفط والطلب أزمة الغاز شاهدنا في الأسبوع الماضي في الأسبوع الطاقة روسي تصريحات الرئيس بوتين أنه مع ما نشاهده حاليا من النقص في ممدادات الغاز روسيا زادت ممداداتها للقاوة الأوروبية بحوالي 10 إلى 15% لكن هناك فيه نوعا ما حاليا اللي هو حالة من عد المنقين حول خط نورد ستريم 2 وهذا المشروع إلى الآن لم يتم إنجازه لو اشتغل هذا المشروع وعاد يعني أكمل الامدادات للقاوة الأوروبية قد يساهم نوعا ما في الحد من الاتفاع أسعار الغاز في الأشهر القادمة فقط ذهب لقطاع الكهرباء وهذا قد يؤدد نوع من التؤثر على الأزمة أو مؤتمرات المناخ اللي سنشاهدها نهاية هذا الشهر لأننا نحن نروحين إلى كوب 26 هو مؤتمر الأمم المتحدة لتغيير المناخ والعالم يواجه أزمة في قطاع الطاقة عموما من الغاز من الفحم وأيضا أزمة في ارتفاع أسعار النطف فقد يدفع إلى صناع القرار في العديد من الدول إلى مراجعة الأهداف اللي تعاحدوا فيها من ناحية كبح انبعاثات المناخ وتحقيق اللي هو الحياد الكاربوني في حلول العام 2050 نعم لكن يعني برأيك هل أزمة الغاز الحالية ستستمر لأمد طويل يعني ستستمر بالتأثير على أسعار النفط أعتقد أن الأزمة لن تحل في وقت قصير لأنه هي ليست فقط على فكرة ناتجة من قطاع أمدادات الغاز هناك مشكلة تراكمية من انقفاض المخزونات في القارة الأوروبية على مدى سنوات طويلة ماضية فنالك أيضا انقفاض كبير في الاستثمارات بسبب أن أسواق الغاز عاشت فترة طويلة من أسعار جدا متدنية وأيضا بسبب أنه هو الطموح العالي لصناع القرار في أوروبا في تحقيق أهداف المناخ والابتعاد عن الوقود الأحفوري فأعتقد أن الأسعار الغاز ستستمر في المستويات العالية حاليا إلى أقل شيء عامين من الآن وهذا بالتالي سينعكس على قطاع الطاقة عموما لأننا حاليا جالس نشاهد نوعا من الانتركنكشن أو التبادل في سلعة الطاقة كلها من الفحم من الغاز ومن أيضا النقط شيء لم نشاهده في السنوات الماضية فأعتقد أنها ستستمر في الوقت الحالي حتى نشاهد نوعا ما من التعافي الكامل من أزمة كوفيد-19 وعودة مستويات التضخم إلى مستوياتها الطبيعية نعم بشكل مختصر دكتور هل تتوقع أن نرى خام برينت عند مستويات المائة دولار لا استبعد هذا وأيضا ذكرها رئيس بوتين قبل كم يوم أنه لا نستبعد وصول المائة دولار وهذا السيناريو الأرجع حاليا لكن حسب ما ذكرت لك لو كان هناك في صعود في الانتاج الأمريكي قد يؤثر على أمكانية صعود أسعار النفط إلى مستويات المائة دولار جيد شكرا جزيلا لك الدكتور يوسف الشمري الرئيس التنفيذي لشركة سي ماركتس لندن